السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب الان ان تكونوا بخير النهاردة عندنا فيديو كوي جدا وهو تحدي ضد الشيف محمد حامد هو من فعش طبعا يتحدى الشيف محمد حامد ان هو من ضمن الشيفات المحترمة اللي انا بحبهم جدا وبتعلم منهم ان كان هو او الشيف علاء الشربيني بصراحة محببين لي كل ما هنالك ان هو عمل فيديو عنده تحدي البطاطس التويست وقال اللي عايز يتحداني يتفضل وانا من حبي فيه حبيت اجرب التجربة دي معي فيالله نبدأ وبسم الله وياريت لو ندعم الفيديو بلايك كانت فرصة حلوة جدا لما جيت ابدأ التحديك هنظهر في السوق بطاطس روزيتا اللي ما باستخدموها في مصانع الشبسي هنقشارها بالمعشارة وممكن نقشارها بالسكينة البطاطس زي الاشر بلياتها خفيفة جدا اهم حاجة في مرحوط التعطيع السكينة بتاعتك تكون حمية هنقطع اول حاجة البطاطس من الجنبين علشان خاطر يشكل متساوي بعد كده انا هقلب البطاطسي على جنبها واشير الجنبين التانيين من البطاطس عشان اديني شكله مستطيل هو الطبخ يغر هندسة وكل الهارك اللي طلع من البطاطس دي مش هنرميها طبعا احنا هنركنها على جنب وهنعمل منها احلى بطاطس محمرة وده الشكل المطلوب اللي احنا هنقطع بيه البطاطس اهم حاجة بقى ركزي معنا في الخطوة لاي اياه السكينة بتاعتك هتكون ميلة وسن السكينة هو اللي يغبط في بلانشا يعني اعتبر زوية 45 وهنبطل نقطع التقطيع دي رفيع جدا كله جنب بعضه وخلي بالك من ايدك خليها بالطريقة اللي انا عملها دي عشان صبعك ما تعورش هنكمل التقطيع لحد ما نوصل لاخر قطعة في البطاطس هنقطعها برضو شنكون الشكل يكون منتزم ويكون معنا الشكل بالطريقة دي كل البطاطس مفتحها بالطريقة الحلوة دي شكلها بصراحة تحفة هنقلب البطاطسي على الناحية التانية وهناعمل نفس الطريقة هنقطع تقطعها كلها رفيع جنب بعضها والسكينة بتاعتنا تكون ميلة وما نوصلش برضو للاخر وطريقة التقطيع دي في ناس تقول عليها بطاطس وناس تقول بطاطس حلوزونية لها اكتر من طريقة للتقطيع وفي الاخر كلها نتيجة واحدة ولو بتستخدموا نوع بطاطس تاني غير اللي انا استخدمتها ديا لازم نحطها في شوية مية عشان البطاطس معنا تفتح شايفين المنظر عامل ازاي? طعفة بصراحة. وزي ما قال الشيف محمد حامد او عالسستة. نوعية البطاطس دي مميزة جدا جدا ان هي بكون مقرمشة بدون اي اضافات. طب لو ملقناش البطاطس دي هنعمل ايه? هنستخدم البطاطس العادية وهنعمل حاجة اسمها بريدنج. عبارة عن دقيق ونشا وملح وكمون ولو عنك زعتر ممكن تحط فيها. وهنقلب فيه البطاطس بكنا نحطها في الاستيك ونحمرها. لو سين الاستيك بتاعت الشيش طوق ممكن تعكسك شوية وانت بتحطي فيها البطاطسية. فهقولك على طريقة حلوة قوي تسهل عليك الموضوع. قبل ما تركب الاستيك في البطاطس بالطريقة ديا يدهنيها كلها زيت. هتسهل معاك الموضوع وتخلي البطاطسية تتفرد معاك بكل سهولة عليها. اهم حاجة واحنا بنفرد البطاطس نكون بالراحة عشان ممكن تتقطع بكل سهولة. هنحضر الوج بتاعنا او الطاصة اللي انت بتحمري فيها بس اهم حاجة يكون الزيت غزير. انا هنا عملت غلطة. الاستيك بتاعي كان طويل شوية بس انا قصرته بعد كده. هنحمر بقى البطاطس وهنشوف احلى بطاطس محمرة. انا بعد ما حمرت البطاطس فاكرين القطع اللي انا قطعتها من البطاطس في الاول. عملتها زي الشيبس كده وحمرتها. اللون بتاعها كان ذهبي وجميلة جدا ومقرمشها. تعالوا بقى نجيب الطبع اللي انا قدم فيه وانطلع البطاطس بتاعاتنا بعد ما اتحمرت. شايفيني شكل عامل ازاي? طحفة بصراحة. اللون بتاعها جميل جدا وشكلها حلو. شكلها منظم. وفي نفس الوقت كمان كريزبي جدا. يعني لو قدم لها الاولادنا يفرحوا بيها. اسمعوا كده? ما ارمشها جدا جدا. ودي بترجع لنوع البطاطس زي ما قطت لكم في الاول. قدامكم اكتر من الاختيارة شان تكلوها بي. انا حبيتها كلها بالاسبرينجل. ده كان طعم الشطة واللمون. وفي موجود منه اكتر من طعم. وممكن نحط عليها ملح وفلفل وزعتر ومناكولها كده بيكون جميلة جدا. بنتي شافتني بعمل كده قلت لأ لازم تعملها لي بالكاتشب ومايونيز ومستردة. وطبعا انا كنت اعملوا اكتر من واحدة. فاعملت لهم بالكاتشب ومايونيز ومستردة. وبيني وبينكم كان طعمها احلى من التانية. وبكده انا خلصت وصفة النهاردة. ارجو انها يكون عجبكم. وما تنسانيش في الاشتراك واللايك وتعليق جميل منكم. متشكرين جدا لكم. سلام عليكم.